بسم الله الرحمن الرحيم العلموية والعلمية العلموية والمناج العلمية عاوزة فجأك وقولك ان لو فتشنا شوية في العلاقة بينهم حقيقي هتتفاجئ ببلاوة ومش عايزك تفهمني غلط العلاقة اللي ما بينهم يعني العلاقة العلمية اللي ما بينهم وانا عشان متفاجرش لوحدي قلت نتفاجئ مع بعض النهاردة انا حسن مصطف من برنامج تحليل من قناة الدعوة الاسلامية كمل معالي الاخر عشان الاخر اهم من الاول النهاردة ربنا عز جل بيتكلم عن كل مناهج الكفر أو أي منهج بينتقد الإسلام أو بيكفر بالإسلام وبيقول لهم قلهات وبرهانكم إن كنتم صادقين بمعنى يعني هالدليلك لو أنت متأكد أنك صادق فعلا لكن هتتكلم كلام مرسل من غير أدلة فده ولا كأنه كلام أصلي فدلوقتي احنا بنتكلم عن العلموية وبنقول لها قلهات وبرهانكم إن كنتم صادقين أنت حضرتك عن طريق فكرك العلموي بتقول أن العلم هو الكل في الكل صح؟ إيه بقى دليلك؟ ما تقوليش العلم لإني بقولك إيه العلم على العلم أصلا فأكيد مش العلم هو الدليل على نفسه الكلام ده إحنا شرحنا بالتفصيل في حلقة فاتت إن عشان تقولي إن المنهج العلمي ده هو القائم والمجيب على كل حاجة في الدنيا لازم لك دليل على العلم ده أصلا زي مثلا ما أنا بقولك إن القرآن هو الحق والصح ومفوش خطأ لما أنت بتقولي ليه بقولك لأنه من عند الخلق عز وجل فهنا بقى العلم من عند مين عشان أخذو أنا كمصدر ثقة بدون شك واحد في المية هو ده تطبيق قوله تعالى قلهات وبرهانكم إن كنتم صادقين على المنهج العلمي عشان كده فاليوسوف العلوم البريطانية مارلي ميدلي بيقول الجملة الشهيرة بتاعته لا يمكن للعلم أن يقف وحده دون سند من غيره لا يمكننا تصديق افتراضاته دون أن نؤمن أولا بافتراضات أخرى كثيرة إن لدينا بالفعل عالما أوسع بكثير من عالم العلوم اللي هو ما ينفعش العلم يوقف لوحده من غير مصدر تاني يسنده ويقول لنا ليه أصلا نصدق العلم ما ينفعش نصدقه من غير ما نصدق المصادر اللي منها هنتأكد أصلا إن العلم ده هو الصح وده لأننا بنعيش في عالم في حاجة كتير جدا غير العلم التجريبي فالعالم أوسع بكتير جدا من إنه يكون كله بينحصر في فكرة العلم التجريبي وبس مشكلة العلمويين إنهم حسب منهجهم ده بيقولوا إن العلم هو الحقيقة بتبتدي منه وتمتهي ليه بيحصل لك كل حياتك بالمعنى الحرفي في معمل لا مش بس كده ده أنت كمان لازم تفهم إن مفيش أي منهج تاني في الكون بيشارك العلم في ده مفيش أي منهج تاني يقدر يقول لك الحق المطلق ويقدر يقول لك كل حاجة غير العلم وبس فالعلم هو الأول والأخير وأي حاجة غيره إكس ملهاش لازمه وإن احنا بنسأله مشوية أسئلة كده اعتبرها يعني ألف بقى يعني اللي هو لسه مش هنعمق قوي معاك لو فعلا المنهج العلمي زي ما أنت بتقول كده هو كل حاجة وهو المجيب الوحيد على كل حاجة في الدنيا فتقدر تقول لي إيه هو العلم اللي العلموية بترجع ليه يعني هل هو مثلا الفيزياء ولا الكيميا ولا علم النفس ولا إيه من العلوم أصلا طب هل العالم اللي أنت مصدق كلامه مليون في المية ده بيبدأ من الصفر المعرفي يعني هل ما بيبقاش عنده أي علم خالص وبيدخل يعرف المعلومة كده الواحده طبعا مستحيل أكيد باني معلوماته دي على معلوماته هو دراسها قبل كده طيب المعلومات بقى اللي هي بالنسبة له مصدر ثقة دي واللي منها استنتج المعلومة بتاعته إيه موثقيتها أصلا عرفت منين أصلا إنها صحة علشان تبني عليها معلومات تانية وطبع ما أنت أصلا ما عندكش الإمكانية لن اقترف المعلومة من الصفر المعرفي اللي هو بدون مصدر سابق منين اتأكدت انت أن معلوماتك دي هتبقى مليون في المية صح ولو قلتلي لا أنا مش بقول إنها مية في المية صح أقول لكم ما اللي عاوز تخلي العلم اللي انت نفسك مش متأكد من صحته مليون في المية أو مية في المية هو مصدر إجاباته منهك كل حاجة في الكون ثالث حاجة هل العلموية نفسها بقى اللي هي أصلا فكرة إن العلم هو كل حاجة في الكون العلموية دي نفسها علمية يعني هل العلم بيوافق إن العلم يبقى هو كل حاجة لأ طب ليه بتخليه هو كل حاجة وهو نفسه مش موافق إن هو يبقى كل حاجة يا رخم اللي عاوزين نقوله إن العلموية هي اللي بتقول عن نفسها أنا صحة طب هل في دليل علمي؟ لا طب في دليل منطقي؟ لا طب أي حاجة؟ لا عشان كده بنقول دايماً إن العلموية ما هي إلا محاولة تبديل الدين بفكرة فلسفية اسمها العلموية شايف واحد كده أنا بيدور في دماغه إجابة على كلامه بيقول في نفسه كده بس العلموية علمية مين قالك إنها مش علمية؟ إذا كان يا صديقة هي أصلاً بتعمل كل ده علشان العلم يبقى أكيد علمية هقوله لا يا بولسان طويل تعال هنا كده وأقول لك زايد إن لسه إيلك من شوية إن المنهج العلمي نفسه مش بيعترف بفكرة العلموية ولا موافقة عليها لكن كمان عاوز أقول لك إن إحنا ممكن نقول إن العلموية علمية في حالة واحدة بس وهي إن لو عندنا منهج معين خارج العلم خالص نحكم بالعلم ده علم فعلاً ولا لك يعني زي ما أنت شايف دلوقتي ممكن أي حد يطلع ويقول أي نظرية مهلبية وتتكتب باسم النظرية العلمية المهم بس يكون لي سلطة أو حد معين يعني وصل يوصل إن الكلام ده علمي ويوثقه بقرشين مشوك بقى عالم خلاص وكلامه بقى علمي فإحنا بقى محتاجين منهج معين نحتاكم بيه عشان لما حد يقول أي حاجة ويقول لك ده علمية المنهج ده نقدر نرجع له والمنهج ده هو اللي يحكم ويقول الكلام ده علمي فعلاً ولا نظرية جات له كده وهو بيشرب الشابي لغاً عادي ساعتها لما العلموية تقول إن العلم بيقول كذا كإجابة على كذا نعرف ساعتها ده العلم فعلاً ولا أي هار يبيتقل باسم العلم عشان كده كارل بوبر كان بيقول إن مشكلة حد العلم هي مفتاح جل المشكلات الأسسية في فلسفة العلم حد العلم اللي يقصده هنا يعني وضع حدود للعلم حدود تقدر تعرف بيها الكلام اللي تقل ده فعلاً علمي ولا لأ عاوز أقول لك إن كان فيه دايماً خناقة بين موضوع حدود العلم ده يعني إحنا لو شفنا التاريخ كده القريب هنلاقي إن مثلاً كان فيه دايماً خناقة بين المذهب الدروين والمذهب الخلق كل واحد بيقول لتاني أنت مش علمي ولا العلم يعني مثلاً في بداية القرن العشرين في أمريكا تم الهجوم شديد جداً على المنهج التطوري اللي هي الدروينية وقال لك إن ده أصلاً مش من جنس العلوم وإن الكلام اللي بيقوله دروين ده وتطوريين ده مش علمي خالص وفعلاً سنة 1925 في ولاية تنسي تم إصدار حكم بمنع تدريس المنهج التطوري اللي هو اللي خلاص يا عم ترمى وهو طرع مش علمي ما تدرسهش لحج بعدها بكم سنة في سنة 1968 تم نقض الحكم ده من المحكمة العليا في ولاية أركنسا وقال لك لا عادي يتدرس ده كلام علمي وما في مش مشكلة بعدها بكم سنة في سنة 2005 أصدر نفس القضاء بتاع ولاية أركنسا بمنع تدريس منهج التصميم الزكي اللي هو الصنع الدقيق يعني وإن فيه خلق للقون صنع وكده وقال لك إن ده ده مش كلام علم ده مبدأ ديني مش علمي أنا مش قصدي أقول لك إن كان صح لما منع ولا كان غلط لما درس أنا عاوز أقول لك إن لو رجعنا تاريخ فلسفة العلوم هتلاقي إن كل شوية تقلبات وتغيرات في رسم حدود العلم مكنش فيه برضه منهج معين تقدر ترجع له ويقول يا جماعة لأ حدود العلم هنا وهدود العلم مش هنا مفيش ده مكنش فيه ده التغيرات كانت بتحصل حسب المزاج واحد ملحد عاوز ينشر العلموية يقول لك لأ ده مبدأ علمي وإن الكون جي كده الواحد واحد متدين بدين معين بعدها يمسك يقول لك لأ الكلام ده مش علمي والعلم هو اللي هو التصميم الزكي وإن الكون ليه خلق كل واحد وحسب انتماؤه Wan لكن ما فيش منهج معين تقدر ترجع له وتقول بيه الكلام ده صح ولا غلط والكلام ده على فكرة من اول ارستو كلام ده مش جديد من اول ارستو صديقي لحد القرن العشرين فضلوا في اخناقية ان العلم مالوش حدود معينة من بعدها بقى لو القرن العشرين بدأ فكرة ان العلم يبقى ليه حد معين لكن الحد ده ايه هو بالظبط زي ما قلتلك حسب بقى اللي ليه الكلمة العليا ساعتها وانت ما وكلمة من اشعر النظريات اللي تحطت عشان تحطوا حدود العلم هي الوضعية المنطقية اللي اتكلمنا عنها من كم حلقة كده هنا قالك اي ده قالك اي حاجة ينفع تتحط تحت التجربة والتحقيق تبقى زي الفل علمية جميلة اي حاجة مينفعش تتحط تحت التجربة تبقى ملهاش اي لازمة ولا يتخد بيها طب يعني ماشي ممكن نقول مبدئيا يعني اشطى مش بطال الكلام ده قامت خناعة اكبر بقى وقالك لا يا صديق الكلام ده غلط بس احنا بقى نخلي الخناعة دي ان شاء الله المرة الجاي عشان نطولش يعني عليكم اكتر من كده فاستناني بقى نشوف ايه موضوع الوضعية ده للاسبوع الجاي ان شاء الله ورايك بقى وكومنت كده وصلي على حبيبك واستناني انا مش تاخر عليك ها وقللي في الكومنتات رأيك ويريد تقول لو عندك افكار مسلا نتكلم عنها في الحلقة الجاية بس كده السلام عليكم اشتركوا في القناة